مرحبا كيف الحال وتمنى ان تكونوا بخير وباحسن حال هذا الموضوع او هذا الشرح للي قنواتهم اتفعلت على اليوتيوب طبعا الان قناتك اتفعل على اليوتيوب ولكن انت مش اتفعل ميزة الارباح من استوديو منشئ المحتوى علشان هيك راح اقوم بشرح عملي شرح عملي كيفية زيادة ارباحك من اليوتيوب وتفعيل ميزة الارباح من اليوتيوب تمام نبدأ خطوة خطوة طبعا الشرح راح يكون عملي احنا الان في متصفح جوجل كرون من البحث من البحث نكتب دخول يوتيوب دخول تسجيل الدخول يوتيوب تمام هاي اول واحد تسجيل الدخول يوتيوب نضغط عليها تسجيل الدخول يوتيوب ومثل ما انتو شايفين الان فتح عنا استوديو منشئ المحتوى نكبر الصورة الآن فتح عنا استوديو منشئ المحتوى طبعا شايفين الصورة تاعتلي فوق الصورة الدائرية اللي عشمال صورتي الصورة نضغط على الصورة الآن في عنا ظهر عنا قناتك عمليات الشراء والاشتراكات واستوديو منشئ المحتوى فاحنا بنضغط على استوديو منشئ المحتوى والان بحولنا مباشرة على استوديو منشئ المحتوى تمام هذا لتفعيل ميزة الارباح على قناتك بعد تفعيل قناتك يعني للي قنواتهم اتفعلت جديد وحابين يعرفوا كيف يفعلوا ميزة الارباح على قنواتهم طبعا الآن في استوديو منشئ المحتوى هاي لوحة البيانات الخاصة بالقناة ناکبر الصورة نروح على اليمين تحت تحت في زي الترس على اليمين تحت في زي الترس على اليمين ف손ضغط على الترس نضغط على الترس فيجي عنا الاعدادات اعدادات القناة مثلا هاي الاعدادات العامة اول واحد اللي عدد نكبر هاي مثلا الاعدادات عنا الاعدادات العامة الاعدادات العامة اللي هي دولار امريكي هاي yus day دولار امريكي تمام? representing واي القناة نرى الكناة هناك مكتوب الى 즉 نكتبها القناة اللي هي البلد اللي قامه وملكل吧 الرئاسية مثلا هايمة المنت شايفين تشرح دروس تعليمية الطعام والترفية والاعدادات المتقدمة نضغط على الاعدادات المتقدمة يعني كيف بدك يكون المحتوى تاعك هل هو للاطفال هل هو انا كتب لا يعني لا اريد تصنيف لا اريد تصنيف اذيك العلانة مخصصة للاطفال فانا لا احمل مطلقا اي محتوى مخصص لهم طبعا وفي ايضا الترجمة التلقائية الترجمة التلقائية وعدد المشتركين والاعلانات طبعا الان بنضغط على الاهلية لاستخدام الميزات الاهلية لاستخدام الميزات طبعا هنا الميزات التلقائية تحميل فيديوهات وانشاءات وانشاء قوائم تشغيل واضافة متعاونين وفيديوهات جديدة الى قوام التشغيل مفاعلة لازم تخلوها مفاعلة والميزات اللي تتطلب اتباد ملكية القناة عبر الهاتف ايضا مفاعلة الان نيجي لموضوعنا اللي هو للي قنواتهم اتفعلت جديدة ويعني لازم يجب عليهم لازم انهم يفعلوا ميزة تحقيق الارباح صح انه قناتك اتفعلت ولازم اتفعل ميزة الارباح من استوديو منشاء المحتوى اللي هو هنا في نفس الصفحة هنا تحت القناة هاي مكتوبة الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات شايفينها الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات بنضغط عليها الان هنا المعلومات الاساسية مثلا عنا فوق مكتوب الاعدادات الاساسية والاعدادات المتقدمة وتحقيق الربح شايفين كلمة تحقيق الربح هيا فوق هذا للي قنوات مفاعلة جديدة وتفعيل طبعا لازم لازم يفعلوا ميزة الارباح من استوديو منشاء المحتوى شايفين تحقيق الربح اللي فوق هاي كمان مرة نعيد لا انا كتب كلمة عشان شايفين هاي الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات طبعا بعد ما ضغطنا عليها كيش عملنا طيب تحقيق الارباح مذيب انا اؤلاء على ميزة الاعلانات وميزة تحقيق الارباح في حسابه من منشئ المحتوى تمام هاي متل ما انتم شايفين بعد ما ضغطنا على الترس اللي تحت بيان عندي الاعدادات طبعا بندخل على الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات شايفين هاي الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات نضغط عليها الان في هنا المعلومات الاساسية والاعدادات المتقدمة وتحقيق الرباح فاحنا بعد ما تفعلت القناة عنا لازم نفعل ميزة تحقيق الارباح نضغط على تحقيق الرباح تمام الان في تحقيق الرباح في عندك انواع الاعلانات اللي انت بتحب انها تظهر على الفيديوهات اللي عندك تمام فانا عملت علامة الصح على كل الاعلانات يعني متل ما انتم شايفين يعني متل هيك هاي فش صح اعملت صح هذا البطاقات الاعلانية انا مش حاطة لي صح تمام بعد ما نضغط هيك على الاعلانات بنعمل هنا من تحت حفظ حفظ هاي ما شايفينها بعد ما تعمل حفظ للاعلانات هاي طبعا بصير الاعلانات يعني تظهر وتظهر على الفيديوهات عندك تلقائيا هاي لالكنوات مفعلة تمام لالكنوات مفعلة ولازم يشغلوا هاي الاعلانات لازم يشغلوا ويحطوا فين صح هاي من الاعدادات من الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات اه بعدين تضغط على تحقيق الربح اه على اساس يصير فيه ارباح عندك بالقناة صح انه انت قناتك انفعلة ولكن لازم اتفعل ميزة تحقيق الربح من استوديو منشئ المحتوى متل ما شرحنا يعني من الاعدادات التلقائية الاعدادات التلقائية للتحميل لتحميل فيديوهات طبعا بتفعل اه نوع الاعلانات هاي كل ما تحط على الانصاح و بعد هيك بتحط حفظ هنا تمام تمام اه الآن طبعا انا بعد ما فعلت هاي ميزة الاعلانات طبعا انا الان بعد ما فعلت هاي الميزة ميزة تفعيل تحقيق الربح طبعا الاعلانات تنزل طلقائيا على فيديوهات البث المباشرة عندك تمام و طبعا اه بعد ما بنزل الاعلانات مباشرة على الفيديو عندك على او على المحتوى البث المباشر مثلا انا الان عملت بث مباشر طبعا بدخل على البث المباشر بدخل على الحفل اللي عملت مثلا اه مبارح هاي مثلا الحفل اللي انا عملت مبارح بضغط بضغط على حرف الاس هذا ضغط عليه الآن بدي اضبط الاعلانات يدويا على الاعلانات طبعا هاي الاعلانات اللي انا اخترتها و مثل ما انتو شايفين ميزة تحقيق الربح مفاعلة بدي اضبط هذه الاعلانات تلقائية على الفيديو البث المباشر اللي انا عملت مبارح طبعا هنا تحت تحت ادارة الاعلانات اثناء التشغيل نضغط على ادارة الاعلانات اثناء التشغيل وهذا لوضع الفواصل الاعلانية يدوية مثل ده ازاقر الصفحة لحظة ازاقرت او ده اكبر الصفحة علشان شايفين عنا احنا هنا حرف الزائد فاصل اعلاني مثلا احنا بنحط فواصل اعلانية الان يدوية وهي السهم شايفين اليشارة هات الان بنحرك الموسة بنحركه مثل ما بدنا مثلا هنا بنحط عنا فاصل اعلاني نزغر الصفحة هنا بنحط فاصل اعلاني طبعا مثل ما حكتلكو هادول يعني فواصل اعلانية تلقى يعني انا بحطها يدوية انا لو ما حطيتها يدويا ايضا جوجل راح تحط الاعلانات راح تحط فواصل اعلانية تلقائية فانا بدي احط انا الان مثل ما انتو شايفين هذا البت المباشر امبارح عملته والان احط عليه فواصل اعلانية تمام هاي مثل ما انتو شايفين الفواصل ماوس بنحرك الموس مثلا هنا بنحط فاصل اعلاني نضغط فاصل اعلاني هاي مثل ما انتو شايفين صارت شحط هذا الشحط عبارة عن فاصل اعلاني وانا كان كمان فاصل اعلاني نضغط احرف الزائد فاصل اعلاني هاد متلا لزيادة الارباح من اللي اعلانات مثلا نحرك هيك الماوس ومنضغط فاصل علاني هي كمان فاصل علاني ونضغط كمان فاصل علاني هنا ونضغط هنا كمان فاصل علاني ونضغط هنا كمان فاصل علاني ونضغط هنا كمان فاصل علاني ونضغط هنا كمان فاصل هاية اضافة الفواص الاعلاني الوقال يدوية. طبعا هنا فاصل اعلاني. هاي الاعلانات. طبع فواصل اعلانية. نضغط فاصل اعلاني. هنا فاصل اعلاني. انت كيف ما بدك اعمل فواصل اعلانية. هنا فاصل اعلاني. هنا فاصل اعلاني. وهنا فاصل اعلاني تمام وهي تمام فاصل اعلاني هنا وهنا نحط فاصل اعلاني وهي فاصل اعلاني بعد ما عملنا هاي الفواصل اعلاني التلقائيه هنا عنا متابعة فوق نضغط على متابعة والان والان نضغط على حفظ والان رح يحفظ الفواصل الاعلاني اللي احنا حطناها على البت المباشر او الحفلة الحفلة حفلة البت المباشر اللي عملناها مبارح تالي وما انا حطيت عليها فواصل اعلانيه دوية طبعا نرجع كمان مرة نشوف الفواصل الاعلانيه هاي متل ما انتش شايفين هاي الفواصل الاعلانيه اللي انا حط اللي انا وضعت انتاو تمام هاي محطوط فواصل اعلانيه فهيك انا عملت فواصل اعلانيه اللي زيادة الارباح من الاعلانيه طبعا انا عملت فواصل اعلانيه متل ما شفت وعملت متابعة وحفظ لان نعمل رجوع طبعا بهيك يعني انا شرحت موضوع تحقيق الربح بعد تفعيل قناتك لازم انك تفعل ميزة الارباح من استوديو منشئ المحتوى تمام ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واللي ما اشتركش يشترك في القناة وطبعا شكرا لكم والسلام